أخبار اليوم الدول العظام في هذا المسار هذا المسار الذي أردناه منذ عشر سنوات فضاء اقتصادي واستثماري ولتدعيم التبادل التجاري البين بين الدول العربية والانتفاع بتراكم المنشأ مع الاتحاد الأوروبي بصفة أن دولنا الأربعة موقعة على اتفاقية شراكة مع دول الاتحاد الأوروبي إذن هذا الاجتماع أتى في وقت نحن في أمس الحاجة إليه ليعطاه دفع ونقلة نوعية لعلاقة الشراكة بين الدول العربية المنظوية في إطار هذا المسار لما تتمتع به من تنوع في الاقتصاد ونحن في حاجة إلى التكامل بين اقتصادياتنا وعطاه دفع جديد للمبادلة التجارية البينية وكذلك للاستثمارات واعتقادي أن موافقة هذا الاجتماع اليوم على الفتح الباب لانضمام دول جديدة لهذا المسار تتمتع بنفس المزايا وبنفس الإطار القانوني لا سيما توقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على دور الهام لدعم هذا المسار وكذلك التوقيع على جملة من الاتفاقيات ومذكرة التفاهم هو الأساس منها هو أعطاء دفع جديد وما نتطلع إليه من دور حركي وإعطاء ديناميكية لدور القطاع الخاص في الدول الموقعة على هذا الهام وما التوقيع منذ فترة على إنشاء مزلس أعمال مشترك لأصحاب الأعمال في هذا المسار إلا للدور المحوري والأساسي للقطاع الخاص كرافة أساسي لاقتصاديات الدول ولا نمكن أن نحكي على دفع في حجم أو المزيد في حجم مبادرة التجارية البينية ودفع الشراكة والاستثمار في هذا الفضاء إلا بالدور الهام الذي نتطلع إليه ونرجوه أن يقوم به القطاع الخاص في دولنا عددك لو تكلمنا على مرور الآخر اجتماع في المغرب في رباط من 2010 تريبا النهاردة نحن في 2016 كنا نحب أن نتخدم دورة تونس الشقيقة للأتفاقية أي شكله نحن كنا من الدول المؤسسة وكان لنا دور ونتطلع أن خلال هذه الفترة التي فصلت بين الاجتماع الأخير واجتماع هذا اليوم أكيد أن الظروف الاقتصادية والظروف التي تمر بها دول المنطقة نحن في حاجة إلى انتلاق جديدة لهذا المسار نحن في حاجة إلى مزيد من التكامل وأعتقد وهذا ما تؤمن به الدول الأربعة إلى أن حان الوقت إلى المرور إلى مرحلة جديدة خاصة بعد مرور عشر سنوات على هذا المسار إذن المسار ينطلق في مرحلة جديدة بدعم الملاتحاد الأوروبي ونرجو أن ينعكس ذلك على الرفع من حجم المبادة التجارية بين دول الفضاء ومرور أكثر سيولة بين الرجال الأعمال والمتعامل الاقتصادين وما ينعكس على مزيد مرور الاستثمارات وتمركز الاستثمارات البينية في هذا الفضاء الذي نحن متمسكين بدفعه إلى الأمام إن شاء الله حدثنا حدك عن حجم التبادل التجارية من تورس الشقيقة ودول التفاقية أغادير في حدود 500 مليون دولار الذي نسعى إلى تعزيزه أكثر فأكثر إن شاء الله وأؤكد الدور الهام لرجال الأعمال والقطاع الخاص هو رهفة أساسي لتجسيم الإطار القانوني الذي تتوفر عليه اتفاقية أغادير ومسار أغادير وما التوقيع على كما قلت بالأحرف الأولى نهار اليوم على العديد من المذكرات إلا تجسيم لهذا إلى هذه التوجه الجديد الذي نسعى عليه شكرا